الجوز هو نوع من المكسرات التي تتكون من غلاف صلبة يحتوي على بذرة داخلية هذه البذرة تمتاز بقيمة غذائية عظيمة وفوائد صحية هائلة فهي مصدر ممتاز للدوني الصحية وخاصة الأحماض الأوميغا 3 الدونية بإضافة إلى غناء بمضادة الأكساد والفيتامينات والمعادن مثل المغانيسيوم والبوتاسيوم والأليف الغذائية ثم المواد الكيميائية النباتية ذات الخصائص المضادة للتيابات والأكساد فما هي فوائد الجوز الصحية؟ وهل له أضرار وآتار جانبية؟ هذا ما سوف أتعرف عليه إن شاء الله في هذا الفيديو يساعد تناول الجوز بشكل يومي على زيادة أرمون تستوستيرون التكري حيث يعد بديلاً متالياً للفكرة أو أقراص تعزيز الرغبة الجنسية وذلك بفضل احتواء على الأحماض الدونية الأساسية مثل الأوميغا 3 والأوميغا 6 كما يحتوي الجوز على الحمل الأميلي الأرجينين والذي يتحول إلى أكسيد نيتريك بالجسم وبذلك يساعد لتوسع الأوعية الدموية مما يؤدي إلى زيادة القدرة الجنسية لدى الرجال كما أثبتت دراسة أمريكية حديثة أن تناول الجوز بانتظام عمى تحسين الخصوبة من خلال تحسين جودة الحيولة المنوية كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة أبحث الشيخوخة أن تناول حفن من الجوز أسبوعياً يمنح المرأة صحة أفضل أما بالنسبة لنساء المصابات بمتلازمة تكييس المبيضة فقد وجدت دراسة نشرت في المجال الأوروبي للتغذية السريرية أن عيطاء المصابات بتكييس المبيضة الجوز لمدة 6 أسبوع أدى إلى زيادة الحساس للأنسلين وأدى إلى انخفاض مستوى القولوغوس التراكمي وزيادة مستويات الغرمولات الجنسية المرتبطة بالغلوبين ما يلعكس إيجاباً على صحة المبيضة يوجد في الجوز شحن مكتفة من مضادات الأكسادة التي تساهم في حماية القلب من خلال تدمير الجذر الحر الكيميائية التي تلحق الآذى بكل أعضاء الجسم خاصة القلب وأيضاً يساهم في حماية القلب أنه غني بالأحضاد الدونية التي تخفض من مستوى الكوليسيروليتار الذي يعتبر العدو اللدود لانقلب الأوية التموية كما أدهرت الدراسات أن السهلاك الجوز يساعد في خفض تغطي الدم لذى الأشخاص المصابين بارتفاع تغطي الدم والأشخاص الأصحى عند تعرضهم للإجهاز أدهرت دراسة أن أكل حباتين أو أكثر من الجوز قد يساعد مرضى السكري على التحكم في مستوى السكري والكوليسيرول في الدم وكتب باحثون في دورية رعاية مرضى السكري أنه عندما استبدل مرضى السكري من النوع الثاني جزءاً من النشويات في طعامهم المعتاد بنصفكم من الجوز المهروس يومياً تراجعت لديهم مستوى السكري بشكل جيد كما يساهم أيضاً سيلاك الجوز في انخفاض مخاطر التعرض لذى السكري من النوع الثاني من خلال عدة أريات لعل أبرزها التحكم في الوزن والسيطرة عن نسبة السكري في الدم يعد التهاب الشرارة التي تشعي العديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وذالي وأصل البلية ومن هنا تأتي أهمية من حدود التهاب أو تتويقي لمنعه من تحقيق مآربه وما أخطرها حيث أن الجوز يضم مركبات ومغديات نباتية مثل البوليفينول والأوميكا 3 والحمد الأمي للأرجينين ومعدين المغانيسيوم وهذه كلها تبتلك خصائص مضادة الأكساد والتهاب البكتيريا النافعة التي تعيش في الأمعى تساهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وصحة الجسم بشكل عام وتشريد دراسات أنه كلما كانت عداد الجراتيم النافعة عالية كانت صحة الأمعى وصحة الجسم الأحسن ما يرام والسيلاك الجوز يمكن أن يكون الطريقة الناجعة لتعزيز وجود البكتيريا المفيدة وبالتالي دعم صحة الأمعى وصحة الجسم كشفت دراسة تحليلية كانت الأولى من نوعها أجرى فريق من الباحثين من مع البرسلون للصحة العالمية بأن تناول أم للمكسرات في الثلاث الأول من الحملة قد يعزز من ذكاء الطفلة وشملت الدراسة 2200 امرأة مع أطفالهن على مدار 8 سنوات وتبين على إطرها أن الأمهات اللوادي تناول ثلاث حصص أو أكثر من المكسرات في الأسبوع طيلة الفترة الأولى من الحملة سجل أطفالهن نتائج أفضل في اختبارات الدكاء كما كان آذاؤهم المعرفي ومدى اهتماماتهم وداكرتهم أفضل مقارنة أرمى الأطفال الذين لم تسالك أمهاتهم المكسرات في الأشهر الأولى من الحملة إن المرارة يخزار لمدة صفراء التي تفرز الكبثة وتساعد هذه المادة في عظم الدونيات والفيتامينات وقد يحتاج بعض الأفراد إلى إجراء عملية استئصار المرارة للتخلص من المشاكل التي تتعرض لها وفق الدراسة نشرت في مجالات التغذية السريرية الأمريكية فإن السلاك الجوز يقلل من اللجوء لهذا الإجراء الجراحي الجوز يحتوي على منسوية عالية من مادة الميلاتونين وأي أرمون يساعد لتنظيم دورة النوم والإستيقاظة وتناول الجوز قبل النوم يمكن أن يساعد في تعزيز النوم العميقة وتحسين جودة النوم يعد الجوز مصدرا جيدا لعصر النحاسة ويلعب النحاس دورا مهما في الحفاظ على مستوى مادة الكولوجين والأليسين الهاماتين جدا لبنية الأنسجة والعظام كما يحتوي على العنصرين هامين وغما من غنيز والمغنيسيوم فالأول يمنع هششة العظام بالتعاون مع مادن الكالسيوم والنحاسة أما التاني فهو يشاري في تكوين العظام لأنه يساعد لامتصاص الكالسيوم عن عنصر الأساسي في طروة المادنية للعظام إن غنى الجوز بفيتامين بي يؤثر إيجابا على مزاجنا ويحارب التوتر وهذا ما يؤدي إلى الواقعية من التجاعد كون ارتفاع معدل التوتر يزيد من مظاهر الشيقوخ المبكرة على بشرتنا كما يلعب فيتامين بي بالإضافة إلى فيتامين اي دورا مضادا طبيعيا للأكسادة ويحارب الجذور الحرة المسؤولة بذورها عند سريع آلية شيقوخة البشرة كما يعتبر تطبيق زيط الجوز الدافع على الهالة التاكن المحيطة بالعينين من أشهر الوصفات الطبيعية الفعال المستعملة في هذا المجال فهو يؤمن راحة للمنطقة المحيطة بالعين كما يخلصها من احتباس الماء المسبب للجيوب ويخفي من دور الهالات التاكن عليها فتساعد منطقة المحيطة بالعين إشراقاتها هناك خلاف بالرأي عما إذا كان الجوز قد يسبب إنقاص الوزن أو زيادة الوزن ولكن يحتوي الجوز على كمية عالية من السعرات الحرارية والدهون ومن الناحية المنطقية قد يؤدي ذلك إلى زيادة وزن الجسم وخاصة عند استهلاكه بالكميات الكبيرة يحتوي الجوز على نسبة عالية من الألياف الغذائية بالإضافة إلى محتوى عالي من الزيوت لذا قد يسبب تناوله بكميات كبيرة إلى الإصابة بالإسهال وقد تحدث حالة الإسهال لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات أو أمراض الجهاز الهضمي بشكل خاص لا تعد المكسرات من الوجبات المناسبة لمن هم عرضة للإصابة بحص الكلا حيث إنها تحتوي على فئة من المعادن تسمى أوكسالات والتي توجد في النوع الأكثر شيوعا من حص الكلا لذلك فإن من سبق أنعان من حصوات بالكلة أن يتجنب جميع أنواع المكسرات أما بالنسبة للأصحاء فإنه من المهم توخي الاعتدال في تناول الوجبات الغذائية التي تحتوي على الأوكسالات حيث أن الكبد المسؤول عن هضم الدهون يبقى في حالة من النشاط والحركة التي تؤثر عليه سلبيا خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصفراء وذلك لأن المكسرات بالعادة تكون محمصة مع كمية من الزيوت لذلك يفضل تناول المكسرات بحالتها النيئة